ميليشي الحوثي تدفع بعناصر من القاعدة وداعش لتنفيذ عمليات إرهابية في تعز محكمة استئناف شبوة تؤجل الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة الشيخ الباني توقعات باستمرار هطول الأمطار على السواحل الغربية بسبب المنخفض الهندي وعشرة الشهداء والجرحى في قصف صهيوني مكثف شمال وجنوبية قطع غزة أخبر الواحدة من يمن شباب أهلا بكم كشف مصدر أمني أن ميليشي الحوثي الإرهابية دفعت بعناصر إجرامية من تنظيمي داعش والقاعدة لتنفيذ عمليات إرهابية في محافظة تعز وذلك في أحدث دليل على تعاون الميليشي مع التنظيمات الإرهابية الأخرى وطبقا للمصدر فإن الأجهزة الأمنية والاستخبارية رصدت قيام الميليشي بإرسال خلايا إرهابية إلى مدينتي تعز والتربة لتنفيذ اغتيالات وعمليات إرهابية تستهدف مسؤولين عسكريين وأمنيين وحكوميين المصدر بحسب يمن شباب نت أشار إلى أن الميليشي دفعت بهذه العناصر الإرهابية من منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرتها شرقية مدينة تعز بعد أن قامت بتزويدهم بعبوات ناسفة ومعدات لوجستية وأسماء الأشخاص الذين تخططوا لاستهدافهم وفي مايو الماضي كشف تقرير لصحيفة التيلجراف البريطانية أن الحوثيين يتعاونون مع ما يعرف باسم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وذلك من خلال منح الحوثي طائرات دون طيار وتبادل معتقلين بينهما هذا ولقي اثنان من عناصر الميليشي الحوثية الإرهابية مصرعهما في اشتباكات مع قوات الجيش الوطني غربية مدينة تعز وأكد مصر عسكري أن عناصر الميليشي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش في المطار القديم وبحسب المصادر فإنه عقب محاولة التسلل اندلعت مواجهات أدت إلى مصرع عنصرين وفرار بقية العناصر التابعة للميليشي الإرهابية وفي الحديدة أعلن مرصد حقوقي استشهاد شابين شقيقين بانفجار لغم من مخلفات ميليشي الحوثي جنوبية المدينة المنكوبة بسيول أمطار مدمرة أخرجت الكثير من الألغام من باطن الأرض المرصد اليمني للألغام في تغريدة على منصة إكس قال إن شابين محمد وعبدالله عايش استشهد بانفجار لغم حوثي في مدينة الدراهمي وبحسب المصر كان الشقيقان يستقلان دراجة نارية قبل أن ينفجر بهم لغم حوثي أدى لاستشهادهما على الفور في محافظة شبوى أصيب شخصان في كمين مسلح استهدف مسؤولا محليا بمديرية الصعيد في ظل انفلات أمني تشهده المحافظة الواقع تحت سيطرة قوات الانتقالي المدعوم إماراتيا بحسب مصر محلي فقد أطلق مسلحون قبليون النار على سيارة مدير مديرية الصعيد أبو بكر العلقي في منطقة المسحة أثناء ما كان في طريقه من عتق باتجاه الصعيد مصدر أكد أن الكمين أسفر عن إصابة اثنين من مرافقي العلقي لافتا إلى أن مرافقي العلقي اشتبكوا مع المسلحين الذين لاذوا بالفرار من منطقة الحادثة من جانبها أجلت محكمة استئناف شبوى موعدا عقاد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة الشيخ عبدالله الباني الذي اغتيل في إبريل 2023 عقب إلقائه خطبة عيد الفطر في مديرية بيحان وطبق لمصادر حقوقية فإنه كان من المقرر أن تعقد محكمة استئناف شبوى اليوم الخميس الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة الشيخ عبدالله الباني إلا أنها أجلت الموعدة ولم تحدد أي موعد جديد لانعقادها يشار إلى أن أسرة الشيخ عبدالله الباني قد استئنفت الحكمة الصادرة عن محكمة عتق الابتدائية والقاضي بإعدام أحد المتهمين بقتل وتصفية الشهيد رميا بالرصاص حتى الموت وحبس 12 متهما لمدة 7 سنوات وبالعودة إلى تعز حيث أعلنت الأمم المتحدة وفاة 15 شخصا جراء سيول ضربت قبل أيام من مديرية مقبنة غربي المحافظة جاء ذلك في بيان مقتضب لمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية حيث أشار إلى أن الأمطار والسيول تسببت في تضرر آلاف من المواطنين ودفن أكثر من 80 بئرا إضافة إلى جرف أراضي زراعية وتضرر المنازل والبنية التحتية وأمس الأول حضرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراع الفو من مخاطر عالية للفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية في اليمن نتيجة هطول أمطار غزيرة على مناطق متعددة في الأيام المقبلة وفي السيق أعلن محافظ الحديدة الحسن طاهر أن الأمطار والفيضانات التي شهدتها مدينة الحديدة يوم الثلاثاء أدت إلى فقدان ثلاثة جنود بخط التماس في الساحل الغربي جاء ذلك في اطلاعه ومعه وكيل وزارة الإدارة المحلية عبداللطيف الفجير على الأضرار التي شهدتها محافظة الحديدة جراء تدفق سيول الأمطار في عدد من مناطق محافظة الحديدة ومدريتها وأكد طاهر أن الأمطار تسببت بأضرار كبيرة وهدمت وجرفت عشرات المساكن والمزارع والمواشي وألحقت أضرارا كبيرة في الممتلكات خاصة في المناطق الخضيعة لسيطرة ميليشيا الحوثي ودع المنظمات الإغاثية والإنسانية إلى التدخل الفوري والاستجابة لمناشدات أبناء تهامة المتضررين من تدفق السيول التي هدمت مساكنهم ومزارعهم وجرفت مواشيهم هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد والإندار المبكر استمرار هطول الأمطار المصحوبة والعواصف الرعادية على المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية والهضاب الداخلية في الأيام القادمة المركز في بيان صادر عنها أكد أن الأمطار الغزيرة التي تأثرت فيها معظم مناطق بلادنا سببه تعمق المنخفض الهندي الموسمي وتواجد التيار النفاث الشرقي في طبقات الجو العليا وأشار إلى أن تمركز الحزام المداري ساهم في تشكيل السحب الركامية الكثيفة وهطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعادية على الشريط الساحلي الغربي وسهل التهامة والمرتفعات الجبلية المحاذية لها في الأيام الماضية كانت الأمطار حلما ينتظره أهل مقبن في تعز ولما تحقق الحلم حلت الكارثة بالأهالي وممتلكاتهم في المدرية التي تتقاسم سيطرتها الحكومة ومليشيا الحوثي ولم يجد المتضررون أمامهم سوى أنفسهم للخروج من المأزق استيقظ السكان في قرى شمير ومقبن التابعة لمحافظة تعز وتتقاسم سيطرتها مليشيا الحوثي والحكومة الشرعية استيقظوا على كارثة ثيول غير متوقعة داهمت منازلهم في غياب الجميع لا سلطة محلية هنا في قرى شمير ومقبن ولا جهات معنية ممن بسط نفوذهم على الأرض دون أدنى مسؤولية تذكر غابت الدولة هنا في وادي الهجر والذنب ووادي النشيمة وبيدحة في شمير مقبنة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي فقد حضر السكان للتخفيف من وطأة الكارثة التي غمرت منازلهم وممتلكاتهم وجرفت أرضيهم وحرمتهم من المأوى آثار الكارثة في أنحاء متفرقة من المنطقة فخمسة مواطنين ما زالوا مفقودين وأضرار ودمار بالبنية التحتية والمرافق الخدمية ومنازل المواطنين الذين أصبحوا بلا مأوى ومحلاتهم التجارية وممتلكاتهم هنا جرفت سيول الأمطار العديد من السيارات ومواشي المواطنين وطمرت العشرات من آبار المواطنين ودمرت معها كل شيء وتحولت إلى مستنقعات لمياه الأمطار والسيول بشكل يستحيل عودتها للسكن وبحسب المصادر فإن الخسائر الأولية تمثلت في جرف مصطع للبلوك وجميع آبار مياه ومنظومات طاقة شمسية وسيارات ومسجد هيجة العوجاء وثلاثة عشر منزلا كما جرفت السيول أكثر من ثلاثمائة وخمسين شجرة نخيل ومانجو وجرفت مقبرة ومحلات تجارية ودمرت الأراضي وأثلفت المحاصيل الزراعية يطالب السكان هنا بإرسال فريقا ميدانيا وعمليا مع معدات ثقيلة لتصليح آبار الشرب والطرقات لإنقاذ المواطنين وإعادة تصليح الأراضي الزراعية بعد السيول الجارفة التي جرفتها السيول حتى يتمكنوا من زراعتها من جديد وتعويض المواطنين الذين فقدوا ممتلاكاتهم في الجزء الآخر من شمير ومقبلة وتحديدا في منطقة السويهرة بعزة براشة حضرت الدولة موثلة بالمهندس رشاد الأكحلي وكيل المحافظة لشؤون الساحل حيث تفقدت أضرار السيول ووعدت برفع تقرير للجهات المعنية كعادتها في أشان الفلسطيني تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطع غزة لليوم السابع بعد ثلاثمائة مخلفة عشرات الشهداء والجرحة ودمارا هائلا في البنية التحتية ومنازل المواطنين وقال مراسون أن عشرات الشهداء والجرحة سقطوا جراء غارات صيونية بمحيط سوق اليرموك وسط مدينة غزة وحي الصبر جنوبية المدينة في حين استشد خمسة مواطنين وأصيب عشرة آخرون جراء استهداف مزن في شارع الصحابة ومخيم النصيرات وسط غزة وأشار إلى تركز الغارات الجوية شرقية مخيم جبالية شمالية غزة وفي المناطق الشرقية لبيت لاهية شمالية غزة أيضا ومحيط مدرسة المجد وحي الصبر وفي بلدة عبسان الكبيرة وبني سهيلة شرقية مدينة خان يونس ورفح في الملف العسكري تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام وفصائل المقاومة التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاورة من قطع غزة حيث بث الإعلام العسكري للكتائب مشاهد من كمين جديد وتفجير عبوة سجيل في جنود الاحتلال بمنطقة الفراحين شرقية مدينة خان يونس جنوبية القطع بالطبع لنحن توجد من الأسبوع المتقيم 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 الوصول المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة لم يكتمل الأسبوع منذ اغتيال شهيد اسماعيل هنية في طهران حتى اختارت حماس بالإجماع القائد يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي في تطور حول فرحة نتنياهو باغتيال هنية إلى عزاء على مستقبله السياسي خاصة وأنه توعد بالقضايا على السنوار منذ اليوم الأول للعدوان على غزة ليجد السنوار أمامه الآن وقد أصبح رئيسا لحماس في أسوأ سيناريو تتخيله إسرائيل بعد اغتيال الشهيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ظن نتنياهو أنه حقق أكبر إنجازاته في ظل فشاله على الأرض وعجزه عن تحقيق أي نصر عسكري بقطاع غزة وإفشاله لكل مفاوضات وقف الحرب وإطلاق الأسرى لم تترك حماس لنيتنياهو فرصة للاحتفاء بما كان يظله إنجازا حتى جاء الرد باختيار القائد يحيى السنوار بالإجماع رئيسا لمكتبها السياسي في أسوأ سيناريو قد تتخيله إسرائيل لتجعل بذلك نتنياهو يتمنى لو أنه لم يقدم على اغتيال هنية ومنذ انطلاق طفال الأقصى لم يتوقف نتنياهو ووزراؤه عن تهديداتهم بالقضاء على يحيى السنوار الذي يعتبرونه العقل المدبر لأكبر عملية عسكرية هزت الكيان الصهيوني كما لم يتوقف الإعلام الإسرائيلي يوماً عن ذكر السنوار الذي يلقبونه بالشبح والخارق والرجل الأخطر الكيان الصهيوني يعرف السنوار ومد حدته وعناده ويعلم أن السنوار يعرف كيف يفند دسائس وسياسات الاحتلال أكثر من غيره وبدلاً من انتظار نبأ القضاء على السنوار إذا به يظهر أكبر من السابق والشبح الذي كان يوجع الاحتلال وهو مشارك فقط في صناعة قرار حماس ها هو الآن قد أصبح صاحب القرار الأول في الحركة أما نتنياهو الذي كان يبحث عن إنجاز يضمن به مستقبله السياسي بعد انتهاء الحرب فسيندم على اللحظة التي اتخذ فيها قرار اغتيال هنية لأنه في الوقت ذاته اغتال مستقبله السياسي معه وسيجد نفسه أمام احتجاجات تكبر أكثر لمطالبته بصفقة تبادل الأسرى بأي ثمان أو التنحي وفي الحالتين نهايته حتمية بعد انتقال قرار التفاوض إلى الراجل الطوفان وعند نهاية الحرب سيكون تساؤل الإسرائيليين هل كان العدوان المدمر على قطاع غزة للقضاء على الرجل المرعب والأخطر يحيى السنوار أم لتسليمه قيادة حماس ومضاعفة خطره انتهت النشرة وليكم أبرز العنوين ميليشي الحوثي تدفع بعناصر من القاعدة وداعش لتنفيذ عمليات إرهابية في تعز محكمة استئناف شبوة تؤجل الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة الشيخ الباني توقعات باستمرار هطول الأمطار على السواحل الغربية بسبب المنخفض الهندي وعشرة شهداء والجرحى في قصف صهيوني مكثف شمال وجنوبية قطع غزة ختاما في أمان الله اشتركوا في القناة